اختار الجمهوريون دونالد ترامب رسمياً مرشحاً عن حزبهم للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوامبر المقبل كما تم ترشيح السيناتور جيمس ديفيد فانس لمصب نائب الرئيس وذلك في اليوم الأول من المؤتمر الحزبي العام الذي يعقد في ميلوكي وسط توتر شديد غدت محاولة اغتيال للرئيس الأمريكي السابق وعلن ترامب أنه اختار جيمس ديفيد فانس السيناتور عن ولاية أوهايو البالغ 39 عاماً لمنصب نائب الرئيس